قامت لجنة المشريع لدى فرسان القبر المقدس بزيارة تفقدية لمواقع العمل التي تدعمها في الأراضي المقدسة حيث بدأت الزيارة من جامعة بيت لحم وحتى رعية السماكية جنوب المملكة وتمكنت اللجنة خلال الزيارات من الحصول على رؤية واضحة لمشاريع البطرياركية اللاتينية في الأردن وفلسطين وقد أعجبت اللجنة بكل الإنجازات التي تحققت مؤخرا في تطوير المرافق وتنفيذ العديد من المشاريع بالرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا حيث لاحظت اللجنة حماس الكهنة والمعلمين والطلاب والشباب والإداريين تجاه رسالتهم في الكنيسة إضافة إلى الاهتمام بالفقراء أثناء الجائحة وما بعدها من خلال مختلف البرامج الإنسانية ورعاية اللاجئين وقد أعربت اللجنة عن استعدادها لتقديم المزيد من الدعم والتمويل للمشاريع الرعوية والإنسانية وغيرها من البرامج في الأراضي المقدسة